اشتركوا في القناة بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للصحة وخاصة الأعمال الجارية لتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية إلى جانب المشروعات الأخرى مثل مشروع مقر المعامل المركزية الجديدة ومستشفى أورام نوف ومشروع تطوير مستشفى أم المصريين فضلاً عن مشروع المدينة الطبية التابعة للهيئة العامة لمستشفيات والمعاهد التعليمية المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة عقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للصحة وخاصة الأعمال الجارية لتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية إلى جانب المشروعات الأخرى مثل مشروع مقر المعامل المركزية الجديد ومستشفى أورام منوف ومشروع تطوير مستشفى أم المصريين فضلاً عن مشروع المدينة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك تطورات تنفيذ برامج العلاج على نفقة الدولة حيث تم إصدار ما يزيد على أربعة ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2023 بتكلفة إجمالية تبلغ 22 مليار جنيه استفاد منها ما يقرب من 2.5 مليون مريض كما تناول الاجتماع موقف المبادرات الرئاسية في الصحة العامة خاصة المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار والتي انتهت من إجراء ما يزيد عن مليوني عملية جراحية منذ انطلاقها وتطرق الاجتماع كذلك إلى الدعم الطبي الذي تقدمه مصر لأهالي قطاع غزة حيث تم وضع مخطط لمستشفيات الإحالة والمتضمنة 47 مستشفى في 8 محافظات وتم استقبال ما يزيد عن 222 مصاب وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على استمرار مصر في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة في إطار حرص مصر الدائم على التخفيف من التدعيات الإنسانية التي يتعرضون لها مشيدا في هذا الإطار بالدور النبيل الذي يؤديه القطاع الصحي المصري لدعم أهالي القطاع وبكر المتحدث الرسمي أنه تم عرض حزمة الحوافز الاستثمارية التي طرحها مجلس الوزراء في القطاع الصحي التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في مجال الرعاية الصحية وزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لتتناسب مع المعدلات العالمية وضخ المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية في القطاع الصحي بما يسمح بالتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية حيث أكد السيد الرئيس أهمية تطبيق الحوافز الاستثمارية بشكل سريع وكفء مشددا على استمرار العمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين خاصة لغير القادرين وتيسير إجراءات حصولهم على هذه الخدمات الطبية بما يحقق هدف الدولة في تحسين مستوى الصحة العامة لجميع المواطنين هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراجة قائلا نحتفل هذا الشهر بذكرى مبارقة عطرة وهي الذكرى الإسراء والمعراجة ليلة أن أسرى رب العالمين جلت قدرته وتعالى تعظمته بنبي الرحمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله ومنه عرج إلى الصدرة المنتهى في الحضرة الإلهية ليفيد علينا جميعا بفيضات رحمته وعظيم مخفرته ونحن نحتفل بهذه الذكرى العطرة نستلهم منها قيم الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة طلق وزير الخارجية سامح شكر اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين لبحث التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بما في ذلك مشاهدات الساحتين العراقية والسورية مؤخرا وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشدد الوزير شكري على ضرورة العمل على احتواء التوتر المتزايد في المنطقة مؤكدا دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق الشقيقة وبحث الجانبان الوضع في قطاع غزة حيث أكدوا ضرورة وقف إطلاق النار والعمل على إدخال المساعدات بشكل مستدام للتعامل مع الوضع الإنساني المتفجر في القطاع كما أكد الجانبان عمق صلابة العلاقات المصرية العراقية ورغبت هيمة المشترقة في الارتقاء بها إلى أفاق رحبة تحقق مصالح الشعبين الشقيقين وتحفظوا سلامة واستقرار كل منهما تفقد المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة لإنتاج الحربي عدد من أجنحة الدول والشركات المشاركة بالنسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024 المقام خلل الفترة من الرابع إلى الثامن من فبراير الجاري بالمملكة العربية السعودية وأكد وزير الإنتاج الحربي أن معرض الدفاع العالمي يعكس مكانة المملكة كأحدى دول العالم الأكثر تأثيراً في صناعة الدفاع وهو ما يتجل أيضاً في المعرضات العسكرية التي تشارك بها الجهات السعودية المشاركة بالمعرض والتي يتم إنتاجها وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب الكوات المسلحة نمازج من ضبطيات قوات حرص الحدود خلال الفترة الماضية وازلق في إطار حرص القيادة العامة الكوات المسلحة على المتابعة الميدانية للجهود المبزولة في إحكام السيطرة الأمنية عبر المنافذ والنقاط الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة واستمع رئيس أركان حرب الكوات المسلحة إلى شرح تفصيلية من اللواء أركان حرب محمد عز الدين قائد قوات حرص الحدود تتضمن ملابسات الضبط والإجراءات القانونية المتخزة حيال المضبطات مشيدا من نجاحات المتتالية التي تحققها قوات حرص الحدود أثناء تنفيذ المهام المختلفة والتصدي بكل إصرار وعزيمة لعناصر الإجرامية التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري ترجمة نانسي قنقر